لو عاوز تعمل فيديوهات احترافية بالزكاة الاصطناعي مثل هذه أو عاوز تحول أي صورة عندك لفيديو جامد بالشكل ده تابع الفيديو للآخر علشان تعرف ممكن تعمل كده ازاي تابعوا معي السلام عليكم ايه الاخبار واهلا بيكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هوريلك موقع للزكاة الاصطناعي جامد قوي تقدر من خلاله انك تعمل فيديوهات احترافية بكل بساطة وسهولة بمجرد بس ما تكتب وصف الفيديو معين الموقع هيعمل لك فيديو احترافي قوي يفوق توقعاتك وممكن تستخدمه في اي حاجة وكمان من خلال الموقع ده هتقدر تحول اي صورة لفيديو احترافي وتخلي الصورة تتحرك بأي شكل انت عاوزه وكل ده بخطوات بسيطة جدا فلو مهتم بالموضوع اخبط اللايك المتين ويلا بينا نشوف الطريقة بعد بعض يلا بينا بكزوا معي يا صديق اي حاجة احنا بنعملها هنا على الكمبيوتر انت ممكن تعملها من موبايلك بكل سهولة هي هي نفس الخطوات من اي متصفح ممكن تعمل ما نعمله هنا بالظبط ماشي؟ علشان تدخل على الموقع الذي انتكلمني عليه في مقدمة الفيديو ستضغط على الرابط الموجود في اول تعليق رابط الموقع في التعليقات مش في الوصف اضغط على التعليقات ستجد رابط الموقع في اول تعليق سيدخلك على الموقع بتائك العادة في المقالة دي هتلاقي شوية معلومات عن الموقع وعلشان ما تضيعش وقتك انزل لآخر المقالة دي على طول هتلاقي كلمة مكتوب عليها للدخول إلى الموقع وتحتاج كلمة اضغط هنا اضغط على الكلمة دي هيدخلك على الموقع ده الموقع ده اسمه كلينج اي 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 واللي من خلاله هنعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي في البداية هتحتاج تسجل في الموقع فهنضغط على كلمة sign in اللي موجودة هنا وبعد كده هنضغط على sign up for free هيفتح معك هذا البوكس ده في المكان الاولاني هتكتب هنا الايميل بتاعك وفي المكان التاني هتكتب على غريبا iron وفي المكان التالت هتأكد على غريبا睡 غريبا الموقع مرة اخرى وبعد كده هتضغط من هنا على next بعد كده هتروح على الايميل بتاعك اللي إنت تسجلت فيه غريبا الموقع وهتضغط على البريد الوارد هتلاقي رسالة جايلك من الموقع هنا وفيها كود التفعيل هتعلم على الكود كده وبعد كده تضغط عليه click mean وتضغط على copy أو نسخ وتروح للموقع وتضع الكود في المكان المخصص وبعد كده تضغط على confirm بعد كده تضغط على كلمة sign in اللي موجودة هنا مرة تانية وتكتب هنا الإيميل بتاعك والباسورد اللي انت عملته جوا الموقع وبعد كده تضغط على sign in انا كتبت الإيميل بتاعي والباسورد هتضغط على كلمة sign in هنا علشان ادخل على الموقع كده احنا سجلنا في الموقع والموقع شغال تمام علشان بقى نعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي هندغط على اختيار AI videos اللي موجود هنا هتفتح معنا الخانة بتاع البرومبت دي هتيجي هنا في الخانة بتاع البرومبت اللي موجودة هنا وتكتب فيها وصف الفيديو اللي انت عاوز الموقع يعمله لك وعلى فكرة ممكن تكتب الوصف ده بالعربي عادي جدا مش شرط يعني تكتبه بالانجليزي تمام؟ فممكن نكتب هنا مثلا فيديو لكلب يرتدي نظارة شمسية ويسير أمام البحر مثلا بالشكل ده كده يعني بعد كده هننزل تحت شوية ونختار هنا مدة الفيديو اذا كان خمس ثواني او عشر ثواني انا اختار من هنا خمس ثواني ومن هنا هنختار مقاس الفيديو اذا كنا عايزينه بالعرض او بالطول او بالحجم ده انا هختار الحجم اللي بالعرض بالشكل ده وبعد ما اضبط كل حاجة هضغط على اختيار generate اللي موجود هنا وحنستنى الفيديو بتاعنا لغاية ما يخلص بعد ديها تقريبا الموقع خلص الفيديو بتاعنا وبقى جاهز قاد الفيديو بتاعنا يا جماعة حاجة احترافية بجد زي ما انتوا شايفين هتقولي دلوقتي احمل الفيديو ده ازاي على الجهاز بتاعي طبيعي انك مصطب برنامج انترنت دا ولود مناشر على جهازك هتضغط هنا وتحمل الفيديو على طول تمام؟ قاد الفيديو بتاعنا يا جماعة انا حملته على جهازي بكل سهولة تمام؟ طيب دلوقتي لو عاوزين نحمل صورة معينة لفيديو من نفس الاختيار اللي انت موجود عليه هتضغط على image to video اللي موجودة هنا ومن الاختيار ده هنرفع الصورة بتاعتنا جوه الموقع هنضغط على الاختيار ده هنا بالشكل ده هيفتح الجهاز بتاعنا هنختار الصورة اللي احنا عاوزينها انا مثلا هختار الصورة دي وبعد ما اختارها هضغط على open من هنا بالشكل ده ادي الصورة بتاعتنا اترفعت جوه الموقع وحنيجي هنا في الخانة بتاعت البرمبت ونكتب احنا عاوزين الصورة تطلع فيديو عامل ازاي او بمعنى اصح هنكتب الوصف بتاع الفيديو انا هنا مثلا كتبت ان احنا عاوزين الشخص ده يلبس نضارة شمسية وهو بيتحك بس كتبت الوصف باللغة الانجليزية بعد كده هنزل لتحت شوية واختار من هنا مدة الفيديو اذا كان خمس ثواني ولا عشر ثواني انا هختار خمس ثواني من هنا وبعد ما اضبط كل الاعدادات هضغط على كلمة generate اللي موجودة هنا وحنستنى الفيديو بتاعنا لغاية ما يخلص ويبقى جاهز ادي الموقع خلص يا جماعة ودي كانت النتيجة حاجة احترافية كما انتم شايفين وبصراحة نتيجة غير متوقعة استخدم بقى الموقع واقول لي رأيك في التعليقات ودي كانت فكرة فيديو النهاردة بكل بساطة بتمنى يكون الفيديو عجبك ومباشكر كل حد شاف الفيديو لغاية اللحظة دي وفي النهاية هقولك ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير واشوفك على خير سلام اشتركوا في القناة